هذا القناع ممكن تكون شفته في لعبة فيديو أو فيلم وأكيد الشخصية اللي كانت لبساه شخصية غامضة أو شريرة القناع الغريب بالمنقار مش من إبداع مخرجي الأفلام وأصله بيرجع لزمن أليم مر على أوروبا زمن انتشار الطاعون الطاعون مرض وبائي بتسببه البكتيريا اليارسينية الطاعونية بتعيش في البراغيث اللي بتتعايش مع القوارض زي الجردان لما يموت الجرد البراغيث اللي عليه بتنتقل لجرد ثاني لما تتغذى على دمه بينتقى جزء من دمها الحامل للبكتيريا إليه فبيصير جرد مصاب بالطاعون ومعدي طبعا دورة حياة البكتيريا هاي أعقد من هيك بس هذا المختصر اللي بيشرح لنا كيف انتقل الطاعون من جوذان آسيا اللي انتقلت على متن سفينة بالغلط إلى أوروبا فعدت جوذانها وعدت الأوروبيين الطاعون تسبب في ثلاثة جوائح أساسية منها الجائحة الثانية اللي انشهرت باسم The Black Death أو الموت الأسود واللي بعدها في القن السابع عشر وبالضبط في سنة 1619 يجى الدكتور الفرنسي تشارلز لوم بفكرة لباس عازل للأطباء اللي بيكونوا في احتكاك مع مرضى الطاعون هذا اللباس كان عبارة عن معطف مصنوع من جلد مغربي أو فينيسي عصة وقفازات قناع فيه فجوتين للعين بتتسكر بزجاج ومنقار طويل فيه شقين بالعرض أو ثقبين صغيرين هذا كان لباس أطباء الطاعون المعطف كان عليه شحم أو شمع حتى ما يلزق فيه المرض حسب معتقداتهم هذا الوقت العصة كانت للمس المصابين من بعيد ولإبعاد المرضى المهلوعين أما القناع فكان فيه منقار عشانهم كانوا بيعتقدوا أن الطاعون بينتقل عن طريق الميازمة أي الهواء الملوث فكانوا بيملأوا المنقار بنباتات مثل الخزامة أو القرنفل أو الكافور حتى ممكن يحطوا 55 نوع نبات جوه المنقار ظنا منهم أنه لما يمر الهواء الملوث عبر فتحتي المنقار رح تنظف رائحة النباتات قبل ما يوصل لأنف الطبيب ومنهم مش رح يمرض طبعا الفكرة خاطئة علميا لأنه مش الهواء الملوث هو العامل الممرض بل البكتيريا ممكن اللباس حماهم شوي من ناحية عزلهم عن راذات السعار المريض لكن كان الزي مفتوح من الأسفل وكان يمكن للبراغيث أنه تدخل وتنقل المرض للطبيب في مدينة البندقية عدد كبير من أطباء الطاعون ماتوا والبقية هربوا أما العدد الأقل فعاشوا من بعده علما أن مكافحتهم للطاعون ما كانت مجدية كثير لأنه ما كان فيه دواء لكن دورهم كان مهم من ناحية حساب عدد الوفيات وتوثيقه وتشريح الجثث كمحاولة لمعرفة سبب المرض وأيضا قاموا بدفن الموتى وكتابة وصاياهم الأخيرة عشان هيك ارتبط قناعهم بالموت لأنه هو آخر إشي بيشوفه المريض قبل موته الجدير بالذكر أنه لباس أطباء الطاعون كان موجود في إيطاليا وفرنسا أكثر إشي وما عرف عن استعماله في بلدان أوروبا الثانية زي إنجلترا مثلا في وقتنا الحالي أصبح قناع أطباء الطاعون ولباسهم جزء من الثقافة الأوروبية فبتلاقيه حاضر في الكرنفالات زي كرنفال مدينة البندقية صراحة لما بدأت البحث في الموضوع بدأت بطريقة غير حيادية لإني كنت معتقدة أنه هذا القناع عنده خلفية دينية يعني إيش معنى منقار طائر في القناع ومش شكل ثاني بس صراحة ما لقيت مصدر موثوق ربط بين شكل القناع والمعتقدات في ذاك الوقت ما عدا موقع لشركة إيطالية من مدينة البندقية بتصنع هالأقنعة كتبوا في موقعهم أنه كان يعتقد أنه هذا القناع عند استعماله يحمي الطبيب من دخول الأرواح التي تسببت في المرض إلى جسمه وأن القناع يخيف الأرواح ويطردها هل هذا المعتقد كانوا مؤمنين فيه عن جد عشان هيك لبسوا القناع؟ لا أعرف هذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا استفدتم من هاي النبدة القصيرة طبعا بحثكم عن الموضوع لحالكم أحسن وأحسن أشوفكم مرة جاي إن شاء الله في موضوع جديد السلام عليكم